السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. اعزانة الله بالصف الثالث الاعداد ازيك وشباب. ربك ربك خير. بنكمل مع بعض بقت امتحانات ومراجعة نهائية من كتاب جيم. والنهاردة بعدنا مع الامتحان الخامس. بنبدأ نقول بسم الله اول سؤال. هو سؤال ده لك. between وليد اند وائل. يعني وليد ووائل ويخططه لقضاء عطلة الاسبوع مع بعض. ولي بيقول نروح فين الاسبوع دوت? فقال له اجابة. قال له واضح ان هنا بيقول له عندنا اجابة. يلا نروح الحديقة. يقول له عندنا كده. ده اقتراح من مين? من وليد. نوائل فقال له عندنا قال له ده جواهي بحرة جدا في التوقيت ده في المدينة بتاعتنا. قال له تحب تروح فين? انت بقى بدل الحديقة يعني. فقال له اجابة. وقال له سؤال قال له عشان ابن عمي عنده منزل بجوار الشاطئ. واضح ان هنا وليد قال له ايه رأيك نروح ايه? الشاطئ بيقول له عندنا كده. اريد ان اذهب الى ايه? الى الشاطئ. بعد كده قال له ليه الشاطئ يعني? يقول له عندنا واي. ممكن اكمل عندنا واي would you like to go to the beach. او ممكن اقول له بس يا شباب في الليه? في المحادسات. ممكن اكتب شرطة يعني. قال له ابن عمي عنده منزل يمتلك منزل بجوار الشاطئ. طبعا ده بنسبلنا شيء رائع جدا يقول له عندنا فانتاستيك. حتى هو عامل علامة تعجف الاخر. بعد كده قال له عندنا سؤال. قال له ايوة. ممكن تجيب اخط معانا. واضح ان هنا باستاذ نقول له عندنا كده. كان اي برينج. برينج يعني يحضر. ماي برادر. وذ مي. ممكن اجيب اخويا معي. فقال له عندنا. ييس. يو كان برينج يو برادر. سؤال التاني يا شباب هو سؤال ريد ان كومبليت. يعني مهتم بلانت يزرع او نبات بلانتين برضو. الزراع او يزرع. شوارع. بلوشن الكثافة السكانية. بلوشن التلاح مدينتي تحتاج اشجار كثيرة. او اكتر طبعا بعد مصدر يبقى عندنا بلانت. بعض مننا هيزرع بعض الاشجار في الشارع يبقى ايه? التلاوث. ما عندنا يا شباب? يعني يعني التلاوث. هذا التطوير والزراع دي يعني هتشجع الزوار يأتوا للمدينة. مين مهتم يشترك معانا? مهتم يعني انتريستد. يبقى انتريستد ايه? نروح على سؤال الثالث. قطعة فه. مصر فيها اعظم اماكن او اجمل الاماكن الطبيعية. وده يجتمل على السحاري والاراضي الخضراء. والآآ بسموها كده بحيرات الطبيعية يعني هنا جاب معنا بحيرات. طبعا هي بولد اصلا يعني حمس باحة او بركة مية. لكن لو جاية معناها بحيرات ايه مياه طبيعية نقية. مصر بيتم زيارتها. طريق كام بقى? كام ساقح بيجو مصر كل سنة? اربعتاشر مليون ساقح. شرم اللولي بيتش اسمه عندنا آآ شرم اللولي ده موجود يقع في مدينة مرسا عالم. ده واحد من اجمل الاماكن اللي على ساحر البحر الاحمر. هذا الشاطئ يعتبر وجهة ومعظم الناس بتسافر ليه لمرسا عالم. عشان بيحتوى على ايه بقى مياه آآ نقية جدا جدا زرقه. مياه البحر يعني. الحياة البحرية اللي موجودة في هذا المكان مع نقاء الشاطئ ده ونضافته يعني خلوه مكان مثالي جدا لرياضة اسمه ايه سنوركلينج اللي هو الناس اللي بتختص في المكان ده يعني. الناس بتحب بهذا المكان بسبب الحياة البحرية الرائعة فيه. هتبقى محظوظ جدا لو شفت سلاحة في النادرة جدا جدا اثناء رياضة او رحلات الغص. واحدة من اهم اسباب الجذب في هذا المكان. واللي احنا برضو بنسميه باراديز بعض الناس بنسميه شارم اللولي ده شباب انه هو الجنة باراديز يعني الجنة. سبب انه هو معلم الجذب المميزة جدا انه هو موجود في وسط الطبيعة. اول ما تصل هزا المكان يعني ايه الكلام ده? اول مطروح المكان ده اللي هو شارم اللولي يا شباب هتعرف ليه هو يحتل المرتبة الاولى من اهم الاماكن او اهم الشواطئ على مستوى الشرق الاوسط والمرتبة كام? اتنين وعشرين على مستوى ايه العالم من اهم الاماكن السياحية واهم الشواطئ المهمة في العالم او في الشرق الاوسط هو رقم واحد وبالنسبة للعالم عام كام اتنين وعشرين. ده اسمه اياه شباب عندنا شارم اللولي بيتش او بنسميه برضو عندنا باراديز باراديز يعني الجنة. تعالي هنشوفو اول سؤال. السؤال الاولى شباب بيقول لنا هذه القطعة تتحدث عن ايه? طبعا طول القطعة بيكون عن شارم اللولي. بيتكلمش عن السياح في مصر ولا البحانات الطبيعية في مصر. بيبول نيم شارم اللولي بيتش باراديز. نسمت شارم اللولي ان هو اسمه باراديز الجنة يعني. بكوز اتس ان ذا. طبعا في منتصف الطبيعة. ووسط الطبيعة. يبقى ميدل. شارم اللولي بيتش ايه اتراكتيف ايه اتراكتيف ووتر. هذا الشاطئ. ليه? قالوا علينا هو الشاطئ كويس? لان المياه بتاعته ايه جميلة جدا. نقية جدا. كامسيح بيزور مصر كل سنة. قلنا اربعتواشر مليون سائح. فاكتب عندنا كده. سوريا يا شباب. باعتواشر مليون سائح. هلتعتقد ان شارم اللولي ده مكان كويس للزيارة? ولا عندنا كده? يس. السابع عندنا? because it is in the middle of the nature. في وسط الطبيعة. عايز تتكلم بقى عن نقاء المياه وكلام ده كله ماشي. اللي ممكن تقول السياح زورها في مصر? انا في رأيي اسوان. هكتب عندنا كده. انا اعتقد. اسوان is a very beautiful city to visit. مدينة جميلة جدا للزيارة. هو فعلا السياح بيحبوا اسوان جدا بس تصل الشتاء. هنروح على يا شباب. طبعا هو بيتكلمش على الشاطئ. انا بتكلم على ايه? اي مكان في مصر ممكن الناس الظروفة بك. انا قلت هنا ايه? اسوان. هنروح على سؤال. نشوف عندنا كده بالراحة كده بهدوء. اول سؤال. سعر اقل من المعتاد يبقى فيه تخفيض. تخفيض يعني او خاص. ديسكاونت. هذه البنة تلبس ملابس ملونة زاهية. زاهية. زاهية الالوان. كتاب بيحكي قصة حياة شخص اسمه عندنا بايوغرافي. السيرة الزاتية. طبعا كلمة بيولوجي ده علم الاحياء. عشان تجيب عكس يعني ايه? يعني سلبي. حاجة فيها نفي يعني او عكس الكلمة اللي هي عندنا بنسميها الانتنوم. عكس كلمة كين بنضيف ايه بدي اسمها يو ان لها انكايند. نمبر بايب. معنى كلمة ايه شباب عندنا هنا? يعني سيء او بشع يعني. بقوا ان دسليكسي ده صعوبة بالقراءة. يبقى سو ذي كانت ايه ريد. طبعا شو بيعرفوا يقروا كويس. ممكن لو عندهم عبقارية في الرسم مسلا الموسيقى وهكذا. نروح على سؤال يا شباب. والترم الاول الجرامر سهل جدا فيه. تحب بنتقابل النهاردة مساء. طبعا عندنا قاعدة. بعدها ايه يا شباب? مصدر. يبقى. لازم اسأل نفسي. هي كان غلط ليه? عشان الجملة هنا ماضي. فيها كلمة واز. يبقى الصحة عندنا احول كان للماضي. يبقى عندنا كلمة كد. معنى الجملة نوها استطاعت ان ترك الدراجة عندما كان عندها خمس سنوات. تفقنا ان تاخد معها كلمة ايه كلمة لو كانت ايه تبقى اور. نوبر فور. زهاندبول كومبيتشن. مسابقة الهاندبول. جواندو ستارت. جواند هنا معناها سوفة. وبعدها بيجي مصدر. لكن قابل جواند فيه ايه بربيتو بيه. تعبير بيعبر عن ايه عن المستقبل. تماما يبقى ايه. وبعدين. جواند تو ستارت. عمرنا ما روحنا منزل جديد. حيشين في نفس المكان ده طول عمرنا قعدة عندنا بتقول ان هاف وهاز بعدين تصريف تالت. وبتصريف التالت عاكمة بي ايه بين. اخر سؤال عندنا نهاردة يا شباب هو سؤال الكتابة. بيتكلم عن ايه? تعالي ديكم نفس تحية كده عن الموضوع. القراءة مهمة جدا في حياتي. لي افكار جديدة. تونعيش قد عقلي. بحبه على قصة قصيرة فوقت فراغي. فلو عندنا اقول له كده. خليها مضارع ايه مضارعتان. قصة قصة تكلم اصلا عن شخصية ولد اسمه ديبد. هو قصة هو شخصية رئيسية. يعني ولد بعد وفات ولده. يعني ممته كانت حامل يعني. والاب توفى. فات ولد يتيب. والامة تزوجت بعد كده رجل تاني. هذا الرجل كان قصي جدا وعنيف مع ديفيد. اول الام توفت ترك المنزل للرجل ده ومشي. واشتغل في مصنع بأجر بسيط جدا. عاش مع اسرة فقيرة جدا. يعني مستأجر في الورفة في المنزل. في منزلهم الفقير. عاش معهم فترة كبيرة جدا. كانوا طيبين جدا معه. عاش مع عامته. واكمل دراسته في المدرسة. آآ هي بكيما ريبورتر اصبح صحفي وتزوج. انا حبيت قصة دي ايه جدا. ممكن انت تكتب عن قصة حقيقة فعلا زي قصة دي كده. او تكتب عن قصة وكي انك انت أقلفتها. يعني براحتك انت يعني. فاحنا عشان بس ديفيد كوبرفيلد كان موجود عندنا منه آآ جزء كده في الكتاب المدرسة. فانا اختار تكتب عن مين? عن ديفيد كوبرفيلد. كده يا شاب خلصنا الامتحان الخامس. يا رب يكون الفيديو مفيد لكم. واتمانا توفي لجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.